العلاقات الإماراتية الصينية لها تاريخ طويل وإرث عريق من التعاون الاقتصادي طبعاً طورت هذه العلاقات بشكل كبير في عهد الوالد المؤسس شيخ زايد بن سلطان آن هيان طيب الله ثراه اللي كان دائماً حريص على بناء وتعزيز هذه العلاقات المهمة وكان رحمه الله صاحب رؤية استشرافية استطاعة تحديد أهمية الدور اللي تقوم به الصين في المجتمع الدولي وبالفعل تعتبر جمهورية الصين الشعبية اليوم واحدة من أهم القوى الفاعلة والمؤثرة في العلاقات الدولية ما فقط في المجالات السياسة والاقتصاد بل هناك العديد من المجالات والقطاعات اللي تقوم الصين اليوم في لعب الدور مهم وفعال فيها القيادة في دورة الإمارات مستمرة في نهج مد وبناء وتعزيز جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي وأكيد أن الصين من أهم هؤلاء اللاعبين الرئيسيين العلاقات بين دولة الإمارات والصين شهدت نقلة حقيقية ونوعية بعد زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهيان إلى بكين في ديسمبر 2015 علاقتنا مع الصين هي علاقة استراتيجية طويلة الأمد تشمل مختلف الجوانب إن كانت سياسية أو اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياحية وغيرها من القطاعات والمجالات تستند العلاقة الإماراتية الصينية إلى مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والبناء لتحقيق المصالح المشتركة في شتى المجالات والقطاعات دولة الإمارات دولة مضيافة وتعتز دائما بضيوفها وترحبهم وبتأكيد دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا ترحب بالزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس الصيني شي جي بينك هذه تعتبر أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه وبالتالي فهذه الزيارة تؤكد المكان المهمة اللي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة هذه الزيارة سوف تساهم في تعزيز الإلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين ويكون لها دور مباشر في الارتقاء بهذه الإلاقة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة خاصة وأن لدى القيادتين في البلدين الصديقين نظرة مشتركة بالنسبة للمواضيع الأساسية ومن أهمها أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم وهي التي تسهم في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار وتحقيق النمو والازدهار والتقدم للإنسانية ككل التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية يهدف لتحقيق خير ومصلحة البلدين الصديقين في عدة قطاعات وفي شتى المجالات بما فيها السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والتكنولوجيا والثقافة والسياحة والعديد غيرها من المجالات هناك بالفعل تعاون حقيقي مهم بين دولة الإمارات وجمهورية الصين في مجال الطاقة وهو يشمل على سبيل المثال للحصر عدد كبير من المبادرات والمشاريع بين شركة بترولة بضوية وطنية أدنوك وشركات الطاقة الصينية منطقة جنوب شرق آسيا خاصة الصين تشهد نمو اقتصادي كبير وهي تعد من أهم أسواق النمو إلا نحن هنا في أدنوك سواء بالنسبة لإنتاج وتسويق النفط والغاز أو بالنسبة للتكرير والمشتقات وبتروكيمويات والصناعات ذات الصلة وأدنوك تركز على التوسع في مجال التكرير والمشتقات والمنتجات البتروكيموية والبلاستيكية وكذلك نهدف إلى تعزيز حضور أدنوك في الصين لتلبية النمو الكبير في الطلب على هذه المواد الهيدروكربونية هناك بالفعل حضور قوي في الصين من خلال أدنوك وهذا يأتي من خلال شركة بروج التابعة لأدنوك والتي تصدر 1.2 مليون طن سنويا من منتجاتها من البولي أوليفينات إلى الصين وهذا يعتبر ثلثة المبيعات العالمية لشركة بروج في الصين اشتركوا في القناة